كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشغل الشاغل للدولة خلال المرحلة المقبلة هي رقابة على التجار من أجل ضبط الأسعار وضمان أنها تعكس السعر الحقيقي للسلع مشيراً لأن أولويات الحكومة لتدبير العملة هي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصرع شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية إزاي ضبط الأسعار وإن الأسعار تكون بتعكس بقى السعر الحقيقي والواقعي للسلع وهنا أنا دي بأتكلم وبوجه الرسالة لكل تجار مصر أن في إطار اللي إحنا بنعمله وإدارة تدبير العملة والدولة المصرية والبنك المركزي حيبقى ملتزم بتدبير العملة ليه؟ وهنا أنا بأكد بقى على نقطة أخرى مهمة جداً الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية إيه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها الأدوية العلف المنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة المنتجات البترولية